بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العس والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلحان كالفقار وخلق الجال من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغمبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجا البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانكذوا ما تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شهاد من نار ونحرس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوقون بينها وبين حبيب الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خعب مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان